السلام عليكم و احنا و سلام عليكم في قناة ناصر Gamer Zone سوف نتحدث في فيديو اليوم عن كل ألعاب الأكس بوكس Game Pass اللي بتدعم اللغة العربية سواء كان بالترجمة أو بخيرات الشاشة الرئيسية ولكن قبل أن نبدأ شارعات لا تنسوا في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الألعاب عموما وأكس بوكس خصوصا دخليني نبدأ بأول لعبة وهي لعبة Deathloop واللي هي لعبة فيسباس انشوتر ونشوف فيها حالنا على القناة في جزيرة في حلقة زمنية لنهائية ولازم نقتل كل هذول الناس الموجودين فيها عشان نخلص من هذا الموضوع واللعبة اللي بعدها هي لعبة Dice Dungeons واللي هي لعبة Rogue Light باستعمال البطاقات واللكروت واللعبة الرقم 3 هي Dungeons 4 واللي هي لعبة استراتيجية من العب فيها في شخصية الجنية ثالية في ساعة هي لسيطرة الشر على العالم واللعبة الرقم 4 هي لعبة Exo Primal وهي لعبة ختال الآليين ضد الديناصورات اللي جايين يدمروا الكرة الأرضية واللعبة الرقم 5 هي لعبة FIFA 23 و FIFA 22 وهما لعبة الكرة القدم الأكثر مشهورة وفي اجداء يحكي أكثر من هيك واللعبة اللي بعدها هي لعبة The Wondering Village اللي هي عبارة عن بناء مدن بس الفكرة تبعة هاي اللعبة انك انت رح تكون ابني مدينتك على ظهر مخلوق كبير عم بمشي وبتنقل في هذا العالم واللعبة اللي بعدها لعبة واللي هي لعبة منلعف فيها في جماعة في حربهم ضد المخدرات في دولة بوليفيا واللعبة اللي بعدها هي لعبة واللي هي لعبة الغاز عن طريق المنظور والأبعاد بشكل أو بآخر واللعبة اللي بعدها هي لعبة سامرفيل واللي منلعف فيها في شخصية رب منزل في بحثه عن عائلته من بعد هجوم فضائي على الكرة الأرضية واللعبة الرقم عشرة هي لعبة واللي ممكن نعتبرها على الفيس بيسون شوتر والصراحة مش متأكد هذا التصليم تطبق عليها بس المهم شو مكان اللعبة بتدعم اللغة العربية واللعبة الرقم 11 هي لعبة ريلوي امباير 2 اللي هي من اسمها بدك تبني اسطير من هالدول القطارات وانك انت تتوسع فيها وتحاول تشبك دول العالم والمدن المختلفة واللعبة الرقم 12 هي لعبة اللي هي لعبة فايس بيسون شوتر رح تضعك في حرب ضد جماعة مصاصين الدماء واللعبة الرقم 13 هي لعبة رايزوف داتون بريدر رح نشوف فيها لارا كروفت مرة تانية عم بتحاول انها تنقذ العالم من كارثي رح تدمره وتجيب آخرته واللعبة الرقم 14 هي لعبة باو بترول واللعبة سباق سيارات باستعمال شخصيات الكارثوم باو بترول واللعبة الرقم 15 مينكرافت ليجنز اللي هي لعبة استراتيجية من العف فيها ضمن عالم مينكرافت بشكل او باخر واللعبة الرقم 16 هي لعبة من ستر هنت الرايز اللي صراحة من اسمها هي اللعبة اللي بتضعنا في محاربة هدول المخلوقات والوحوش الاكبر منها مئة مرة واللعبة اللي بعدها بيبابيغ واللي ه ه رح تضعنا في مغامرة خفيفة لطيفة ضمن عالم شخصيات الكارثوم بيبابيغ واللعبة الرقم 18 ما نشوف لعبة امورتاس فينيكس رايزن واللي هي لعبة ار بي جي رح تضعنا في عالم اصطير الثقافة الاغريقية والعبة رقم 19 هي لعبة ليغو ستارووز لاسكاي ووكا ساقا واللي هي لعبة مغامرات خفيفة لطيفة رح تضعنا في عالم ستارووز بس باستعمال شخصيات الليغو والعبة رقم 20 هي لعبة لوت ريفر واللي هي لعبة اكشن روغ لايت رح نشوف فيها معارك حامي وقتال ضاري وقاسي والعب رقم 21 هي لعبة مكات واللي هي واحدة من اقوى العاب الالغاز اللي ممكنكم تشوفوها والعب رقم 22 هي لعبة البلد سيني والساكروفايس واللي هي لعبة ثيرت بيسون اكشن مغامرات رح نشوف فيها شخصية سينيوة عم بتحاول ترجع صديقة من الموت من عالم الاموات تبع الفايكينج والعب رقم 23 هي لعبة هاي فاي راش واللي هي لعبة قتال عن طريق التناغم مع الاقاع والموسيقى واحدة من اقوى الالعاب اللي انا بنصح لكل انه يلعبها صراحة والعب الرقم 24 هي لعبة غوست وير توكيو وهي لعبة فاي سباس ونشوتر بس بدأ ما نستعمل اسلح ورشاشات رح نستعمل ادينا وصبعنا ونقاتل هدول الوحوش والاشباح اللي استولوا على مدينة توكيو والعب اللي بعدها هي لعبة غوثوم نايتس واللي هي لعبة اكشن مغامرات رح نشوف فيها مدينة غوثوم من بعد ما باتمان مات ورح تنتقل مسؤولية حمايتها لأولاده بالتبني من باتجيل وروبن وريدهود ونايت وينج والعب اللي بعدها هي لعبة جراوندد واللي هي لعبة سورفايفور اكشن ادفنشر رح نشوف فيها شخصية الاطفال هدول من بعد ما صارو حجمهم حجم النملة علقانين فيها هي الحديقة عم بيحاولوا يهرب حياتهم من كل الحشرات والحيوانات المختلفة والعب اللي بعدها هي لعبة فيجمان تو كريد فالي واللي هي لعبة اكشن ادفنشر منشوفها تضاعنا فيه شخصية دستي اللي هو عبارة عن جزء الشجاعة من العقل عم نشوفه في محاول القضاء على الوباء اللي مسيطر على الدماغ البشري والعب الرقم تمانية وعشرين هي لعبة فور انار واللي هي لعبة ملتيبلاير اللي منشوفها تضاعنا فيه شخصيات المحاربين والفرسان ضد بعض في هاي المعارك المختلفة والعب الرقم تسعة وعشرين منشوف جيس فايف واللي هي رح نشوف فيها دور البطول انتقل الى كيت اللي رح نشوفها في هاي المغامرة اللي رح نشوف فيها تكمل مغامرة اميسا وهيوغو في محاولتهم للقضاء على هذا الوباء من الجردان الاكلة للحوم البشر واللعبة اللي بعدها هي لعبة اساسنس كريد اوديسي واللي رح تضعنا فيه مغامرة جديدة في عالم مفتوح في اليونان القديمة رح نشوف مغامرة مليانة بالتشويق من اولها لاخرة وهي تعتبر واحدة من افضل ازداء سلسلة اساسنس كريد واللعبة اللي بعدها لعبة اساسنس كريد اوريجنز واللي رح نشوف فيها بداية تكوين جماعة الهيدن وانز او الاساسنس في مصر القديمة رح نشوف قصة دسمة وغنية لشخصية بيك في محاول انتقام لموت ابنه وانا هاي اللعبة بالنسبة للي بعتبرها واحدة من افضل لعاب العالم المفتوح على الاطلاق واللعبة الرقم 33 هي لعبة باك فور بلاد واللي هي لعبة فيسباس انشوتر تعاونية تنافسية ممكن نلعبها مع اصحابنا ضد موجات هدول الزومبيز او ممكن نتنافس مع بعض في مهام ملتي بلاير انه الناس يكونوا هم الزومبيز وناس يكونوا هم البني ادمين واللعبة الرقم 34 هي لعبة بين 10 باور تريب واللي هي لعبة اكشن مغامرات رح تضعنا فيه شخصيات كرتون الاطفال بين 10 واللعبة الرقم 35 هي لعبة بريدن جج واللي هي لعبة اونلاين ملتي بلاير رح نشوف فيها تضعنا فيه شخصيات الهيروز هدولي رح يكونوا ضد بعض بس بدل ما نستعمل اسلحة ورشاشات رح يكون القتال هو عبارة عن طريق القتال اليدوي واللعبة الرقم 36 هي لعبة فاركراي 5 اللي هي لعبة فايس بايس انشوتر رح نشوفها تضعنا فيه شخصية شرطي مبتدئ في محاولة الايقاف جماعة من تجار المخدرات ومتعصبين دينيا مستولين عرقرية ومدينة امريكية وفي رقم 37 منشوف لعبة فاركراي 6 واللي منشوف فيها مقاومة وحارب للحرية في محاولة منه القضاء عن نظام الدكتاتوري اللي مسيطر على دولته واللعبة اللي بعدها لعبة باتل فيلد 5 اللي هي لعبة الملتيبلاير اللي بتضعنا فيه معارك وسحات الحرب العالمية التانية بكل روعتها واللعبة اللي بعدها هي لعبة باتل فيلد 2042 اللي هي لعبة الملتيبلاير اللي بتضعنا في الحرب المعاصرة والحديثة من الاسلحة واللعبة الاخيرة على قائمة اليوم هي لعبة Need for Speed Unbound واللي هي اخر جزء من سلسلة العاب سباق السيارات الاكثر مشهورة Need for Speed فكانوا هدولهم الالعاب اللي فيهم دعم للغة العربية متل ما حكيت سواء كان بالترجمة او بخيارات الشاشة الرئيسية ياريت في حالة انسيت لعبة من هون وهناك انكم تشاركون فيها في الكومنس من بعض المعلومة للجميع شاكرا لكم للمشاهدة وياريت في نهاية الفيديو ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة نشوفكم ان شاء الله في فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم